اشتركوا في القناة 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 ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين ما تدخل باعمال مشبوهة مهما كانت الظروف عشان ما تشوه سمعتك اما بالنسبة للبيت الثامن طبعا الزهرة والزهرة حكينا رح يشكل زاوية تربيع حادة جدا مع المريخ فعشان هيك هذا بيت له علاقة بالاموال المشتركة او الاموال اللي ما بتعود لك ففي الفترة هاي سهل جدا انه حد يضحك عليك او ينصب عليك او يستغلك او يورطك بمشروع او بفكرة شوية تكون نتائجها مش جيدة مش لصالحك فعشان هيك ما تتبع عواطفك في الامور المالية حاول تتبع العقل استشير وحاول انك تأخذ معلومات وحاول انك تستفيد من الخبرات طبعا البيت الثامن هذا العلاقة بالاموال المشتركة يعني الاموال اللي ما بتعود لك اللي هي اموال الشريك اموال الزوج او الزوجة اموال اللي لها علاقة بقروض ديون بنوك ميراث اشياء من هذا القبيل فممكن حد يغرر فيك انه هاي الصفقة في هذا المشروع ممكن تكون لصالحك اهي الاموال او هاي العملة ممكن تكون لصالحك البورصة والاسهم يعني كل هاي المجالات بدك تكون حذر بالتلاعب بالامور المالية واحذر من النصابين والمحتالين ومن اموالك من السرقة او الضيعة اما بالنسبة لبيتك الخامس طبعا المريخ موجود فيه وهو بسبب حدية وحكينا المريخ وعاطفة وبيت خامس ومع الزهرة يعني بمعنى اخر تنتبهوا لعلاقاتكم العاطفية بشكل كبير لان الفترة هاي العلاقات العاطفية عرضة للانفصال وخصوصا العلاقات الضعيفة برضو ممكن تستغل من قبل الحبيب لمسألة معينة او تستدرج لعمل معين بدك تكون حذر ما ترضخ او تستسلم بالفترة هاي لاي مطالب ممكن تكون من الحبيب الحبيب مش الزوج الحبيب هنا برضو بدك تنتبه من بعض الوساوس والقلق والخوف في بعض الاشياء اما بالنسبة للجدي طبعا البيت الثاني الجدي معروف انه فيه ثلاث كواكب حساسة وكبيرة يعني عندك المشتري زحل بلوتوت ثلاثة بيتراجعوا وهدولا شوي لهم علاقة في امور يعني تتعلق في بيت المال وبروهم بشكل زاوي مع المريخ فعشان هيك منرجع للوضع المالي لا التهور والتسرع والمصريف والدفعات والرغبات والاشياء هاي فكلها هاي ودك تكون حذر منها وتنتبه على اموالك من السرقة وضياع زي ما حكينا او المصريف اللي شوي ممكن تكون مربكة او ضائقة مادية ممكن تسبب لك نوع من انواع الارباك ممكن تظهر مصريف حادة جدا لها علاقة بمصريف استشفائية او مصريف بيتية او كماليات او مشتريات كماليات يعني اما بالنسبة لنبتن طبعا نبتن موجود في بيتك الرابع وبيتراجع فبيرسم او هام او افكار او مشاكل بيتية عائلية امور الها علاقة بافراد العائلة اعطال منزلية اهتمامات بواجبات عائلية شوي بسوي عندك نوع من القلق او الخوف على افراد العائلة او على حدث عائلي معين هاي الامور بدك تركز برضو فيها بشكل جيد وممكن تسبب لك نوع من انواع القلق على احد الابناء او احد الوالدين فاهم اشي انك تضبط اعصابك وتركز بشكل جيد وما تسوي فجوة ما بينك وبين افراد العائلة اما بالنسبة لأورانوس اورانوس في البيت السادس واللي العلاقة بالعمل والصحة فهو بيسبب لك تقلبات مفاجئة يا ايجابية يا سلبية اول اشي هو ايجابي رغم انه بتراجع يعني بتراجع سلبي وبرضو هو ايجابي بما كانه بتراجع فمعناته المفاجئات بتيجي بشكل مذهل وسريع واحداث متسارعة الها علاقة بالعمل والها علاقة بالصحة ممكن تكون باني امالك على عمل معين وما يزبط ممكن يجيك عمل بشكل مفاجئ ممكن امور الها علاقة بعلاقتك مع زملائك او رؤساك بالعمل ممكن مشكلة تصير ما بينك وبينهم برضو على مستوى الصحة بتجيب لك بعض التقلبات بشكل مفاجئ بدك تكون حذر منها اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من ساعات مساء اليوم الخميس القمر موجود في الجدي وحتى فجر يوم الاحد تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما اهمش انك ما تتكبر الكواكب بتعمل لصالحك وبتسهل حياتك لا تسمح لأحد بانه يغشك كون كون حريص على اموالك وامتلكاتك وعزز وضعك المالي من فجر يوم الاحد القمر موجود في الدلو حتى ظهر يوم الثلاثاء بتنشط في امور الهلاقة بالسفر والاتصالات واللقاءات بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ انت بتتمتع بسرعة خاطر وتصرف ولكن حاول انك تسيطر على انفعالاتك ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الاخوة او لأحد المعارف من ظهر يوم الثلاثاء القمر موجود في الحوت وحتى مساء يوم الخميس بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تتوتر وترتبك لأجل مسأل ما حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية اهاي فترة مناسبة للاستثمار في عقار او للانطلاق في ورش الترميم وتأهيل من مساء يوم الخميس القمر في الحمل وحتى صباح يوم الاحد تزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الامور ايضا ممتازة هاي الفترة ايجابية ادعم للك بقوة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة